أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت التي رفض فيها فتحة قنصلية أمريكية للفلسطينيين في مدينة القدس ووصفت الخارجية الفلسطينية تصريحات بينت بالتحدي السافر واعتبرت أن مواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي لمصداقيتها ودعت الولايات المتحدة إلى ترجمة مواقفها وقراراتها بإعادة فتح القنصلية على أرض الواقع نحن نؤكد أنه لا يحق لإسرائيل تحت أي ظرف كان أن يكون لديها فيتو على تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية لأن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهذه القضية برسم الإدارة الأمريكية نحن نعتبر هذا التصريح الذي جاء بعيد إقرار الميزانية في إسرائيل هو اختبار نهائي وأخير لمصداقية المواقف الأمريكية سواء الرافضة للاستيطان أو القرار الأمريكي بإعادة فتح القنصلية أو المطالبات الأمريكية للطرفين بوقف الإجراءات أحادية الجانب